بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الأشكال المختلفة بتاعة الكاشفلو ديجرام اللي عندي علشان أقدر أحل أي مسألة يبقى هنتكلم نهاردة عن الانيوال باليو sometimes it is more convenient to evaluate a project in terms of annual value عاوز أجيب القيمة السنوية سواء كالتكلفة أو إرادات for example it may be easier to evaluate specific component of an investment or individual pieces of equipment based up in their annual cost أعتمد على التكلفة السنوية and the data may be more readily available for analysis نهاردة هنكلم عن example بسيط بكلم عن الانيوال اناليسي a new piece of equipment is being evaluated for purchase which will generated annual benefit in the amount of 10,000 annual worth if interest on investment capital عبارة عن 10% المشكلة اللي عندك يا مهندس انت عندك مجموعة من المعطيات وعاوز تحول الهيسة دي كلها إلى annual net annual value يبقى أنا هنا هو عندي في 10,000 per year 10,000 per year رقم ده annual ولا مهاش annual طالما per year يبقى سنوي يبقى ده annual طالما هو annual وانت عاوز تحوله إلى annual مش هيتضرب في أي فاكتور لكن عندك salpish value رقم في الفيوتشر في نهاية العمر كده هتبيع المعدة برقم اسمه future ب 2000 دولار طب عشان أنا أحاول الكلام ده إلى annual يبقى أنا أضربه في الفاكتور to find a given if على طول أو هنا ضربنا فيه جبنا present وبعدين وديه annual طبعا أنا ممكن ما أضربش في التو فاكتور دول وأضربه في فاكتور واحد فقط to find a given if وحسب سعر الفايدة 10% و 10 سنين فاكتور واحد يغني عن التو فاكتور هنا هو بدل ما أجيبه present وارجع أجيبه annual وديه annual مباشرة لأنه عندي هذا الفاكتور أيضا الكوست 5000 per year ألا طب ما هي per year يبقى annual يبقى مش هيتضرب في أي حاج يبقى كأن الإرادات السنوية هي annual والتكلفة السنوية هي annual تجمع مباشرة لكن عندي salvege value رقم في الفيوتشر وعندي الinvestment رقم في present إن هو علشان أحوله إلى annual أضربه في الفاكتور to find a given b وحسب سعر الفايدة وعدد السنوات يطلع net annual بهذا الشكل إلا يبقى since this is less than zero أقل طلع الرقم بالnegative يبقى هذا المشروع غير مقبول لأن طبعا لو present أو annual أو الفيوتشر طلع بالnegative بهذا المشروع غير مقبول لأنه بيديك أرباح أقل من سعر الفايدة المتداول في البنوك اللي هو بسموه سعر الفايدة وزاوة risk وشاكرين ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر